اهلا فيكم برج الجوزاء في قناتي رح نشوف توقعاتك العاطفية طبعا طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن طاقة القراءة تنطبق عليك فترة اطول من هيك يعني ممكن اسبوعين شهر بيختلف من شخص الى اخر فالقراءة رح تكون عاطفية وايضا رح تكون عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه بالفيديو رسالة معينة او اشي معين ينطبق عليك او ممكن تستفيد منه فانت اخذ الايجابي من القراءة وترك الاشياء اللي بتحسها سلبية او ما بتنطبق عليك رح نبلش بطاقتك اول بعدا رح نشوف طاقة الحبيب او طاقة الشريك ورح نشوف شو خطواتك في المستقبل وشو خطوات الحبيب في المستقبل ومصير العلاقة ايضا بينكم في المستقبل او شو هي تطورات اللي رح تصير بينكم رح نبلش اول بطاقتك انت يا برج الجوزع مبين برج الجوزع بهالفترة عم شوفك عم شوفك عم تحاول تتشافى من جرح معين او من شخص معين حسيت ممكن من هالشخص حسيت ممكن بانه رفضك طيب ممكن ممكن البعض منكم عم تستنى خبر او عم تستنى رد من شخص معين او عم تستنى حتى بداية جديدة من شخص معين ولكن ما تحققت ممكن او انت كنت في وضع ايجابي او كانت تفكيرك تجاه الوضع بينك وبين الحبيب تفكير اغلبه ايجابي وكنت تتوقع انو الوضع بينكم يتحسن او يتطور اسرع من هيك ولكن عم شوف في عندك خيبة امل عاطفية انت عم تحس بخيبة امل عاطفية عم تستنى خبر من شخص معين ولكن اذا في عندك اي عروض حب عم شوفك عم ترفض عروض الحب هاي او مش عم تعطيها اي اهتمام برغم انك عاطفي في هالفترة وعم شوفك ممكن عم تقضي وقت طويل عم تفكر بشخص معين فيه شخص معين ببالك عم تفكر فيه كتير او عم تحلم فيه كتير او دائما دائما فيه مخيلتك هالشخص وعم شوف انه ممكن تكون ايضا رافض اي بداية عاطفية جديدة مع اشخاص اخرى وعم تركز اكتر بهالفترة على شفائك الذاتي او على كيف انك تستشفي فعم تركز حاليا كيف تستشفي وايضا عم شوف البعض منكم عم ينتظر خبر او رسالة من شخص معين واذا في عندك اي عروض حب ايضا البعض منكم رافض عروض الحب هاي ورافض اي بدايات جديدة هم شوفك يعني منطوي على حالك او منغلق على حالك عاطفيا بها الفترة طيب بدنا نشوف طاقة الحبيب او طاقة الشريك حاليا شو هي طاقته حبيبك او شريكة كون عم يحس انه في اسرار بالعلاقة او عم يحس انه في اشي مخباية بالعلاقة ممكن او ممكن هالشخص عم يحس انه العلاقة بينكم وصلت الى مرحلة او صار فيها عدم صدق بالتعبير عن المشاعر بمعنى انه هالشخص عم يحس باشية ولكن في عنده صعوبة بالتعبير عنها لالك في عندكم مشكلة بالتواصل ومبين انه هو عم يحاول قدر المستطاع انه يخلي عنده امل في العلاقة وبالتواصل اللي بينكم يعني عم يحاول انه ينظر للامور بطريقة ايجابية اكتر ولكن عم يحس انه عم يحس بخسارة عاطفية من نوع ما ممكن يكون هالشخص سحب حاله عاطفيا عنك ايضا ممكن تحس انه هالشخص بها الفترة مغلق عاطفيا قلبه لانه عم شوف انه عنده انسحاب من النوع العاطفي عم شوف ايضا انه هو في حكي بده يحكيه يعني في عنده الامور اللي بده يحكي فيها معك تتعلق بالباشن او شغفه بالعلاقة معك تتعلق باجتهاده بالعلاقة او حتى بمجاله العملي للبعض منكم في هاي بعض المواضيع اللي بده يحكي فيها معك ايضا بده يحكي معك عن اشيه بتوجعه هذا بالعقل الباطني ولكن اللي عم بيصير حاليا انه هو مش عم يحكي فجميع هالافكار وجميع هالاشيه عم تصير في مخيلته هو فقط او في جوه راسه هو فقط يعني مش عم يتناقش بهالامور معك صار في عندكم عم شوف انه عندكم مشكلة بالتواصل هون كبيرة فيه اه فيه انغلاق عاطفي كبير اه يعني عم شوف انه انتو الاتنين ما في راحة او او خايفين خايفين التعبر او تحكوا بصراحة عن شو هي طبيعة مشاعركم لانه الاغلبية عم شوف هالشخص ايضا خايف انه انه اي اشي ممكن يحكي فيه ممكن يؤدي الى نزاع او يؤدي الى جدال او يؤدي الى مشاكل بينكم فبيختار الصمت فالشخص طيب بالنسبة الى اه الطاقة المشتركة بينكم او شو ممكن تكون اه واحدة من اسباب الخلافات اه اللي بينكم فيه اسرار مخباية فيه طرف هون فيه طرف هون مش عم يحكي بامور عاطفية ايضا ممكن يكون واحدة من الاسرار اللي مش عم تحكوا فيها مع بعض هون انه فيه طرف منكم ممكن انت او الشخص الاخر عم يفكر بالرحيل او عم يفكر بانه يترك العلاقة ولكن ما صار فيه اي ام اي قرار نهائي باتخذ باتخذ هالقرار لانه الشخص عم يفكر الطرف هون اللي عم يفكر بالرحيل بده يسكر فصل بحياته قديم لحتى يبدأ فصل جديد بحياته ولكن عم شوف انه هو مش عم يقوم باتخاذ القرار حاليا لانه عم يحاول يفكر بالامور من الناحية الروحانية او بيحس انه البعض منكم في طرف او بالفعل قد قام بالرحيل ولكن الرابط الروحانية بينكم اه كتير عالية وكتير قوية طب برغم البعض منكم اللي منفصلين مش عم تحكوا مع بعض عم شوف انه انتو نيناتكم عم تواجهوا صعوبة بي اه بي اه بانكم تتركوا الشخص التاني وراكم او او تنسوا الشخص الاخر ففي في اسرار بينكم مش عم ينحكى فيها بالذات بما يخص المشاعر بينكم والعواطف بينكم ممكن هالشخص ايضا او ممكن الطرف اللي هون اللي عم يخبي مشاعره تجاه الطرف الاخر او شخص الاخر يكون ما بده يحكي بمشاعره لانه عم يبحث عن الشفاء يعني عم يجي على حاله من اجل انه بده اه يتعافى وبده يتشافى فعم يخلي الامور تيجي متل ما هي عم يحط ثقته يعني عم يحط ثقته بي اه بالله وعم يستنى للامور حتى تتحسن طيب نشوف خطواتك بالمستقبل اه برج الجوزاء عمشوف في عندك بالمستقبل تغيرات راح تصير هون اه تغيرات ممكن تكون ب اه شخصيتك او بطبيعة العلاقة بينك وبين الشخص عمشوفك عم تاخد اختيارات ممكن انت تكون بالماضي كنت خايف منها او كنت خايف انك تتخذها يعني عمشوف البعض منكم بالمستقبل اول اشي التغيرات اللي راح تمر فيها راح تطالب انت بنوع من الجوستس او ممكن بالمستقبل راح تاخد قرار انت بتشوف انه هو الانسب لالك ولا الو ولا علاقتكم بشكل عام وقرار عمشوفك انت كنت خايف بالماضي من انك تختاره او خايف من انك اه تمشي فيه للبعض منكم ممكن تختار طريقك المادي بدل طريقك العاطفي التغيرات اللي ممكن تصير لانه اغلب الاوراق ارضية هون فبشوف انه البعض منكم ممكن العلاقتك مع هالشخص تكون اثرت على وضعك المادي والبعض منكم في المستقبل عمشوفك عم تفضل انك تختار الوضع المادي عن هالشخص وعن هالعلاقة لانه لانه بتحس انه حاليا او في المستقبل الاشي الوحيد اللي ممكن يقدم لك الاستقرار اللي عم تبحث عنه هو عملك او شغلك تطويرك لذاتك فعم شوف انه تحكي عن تغيرات وولادة من جديد فرح تحس انك انولدت من جديد ولكن التغيرات مش رح تكون بسيطة يعني هالامرأة او هالشخص التغيرات اللي بيمر فيها بتكون عادة صعبة كتير ولكن هي هي التغيرات اللي بتقوي الشخص من الداخل فعم شوف انه بسبب انها بسبب انه التغيرات عندك بالمستقبل رح تكون صعبة او رح تنحط بموقف انك رح تضطر تختار اختيارات صعبة كتير ولكن هي هاي الاشي اللي رح تبني الكوريج عندك او رح تبني الشجاعة عندك لحتى تختار اشياء او 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 توقف في موقف انت كنت خايف منه بالماضي عم شوف يعني فيه لاصحاب مواليد برج الجزاء بالمستقبل ثقتك بنفسك وثقتك باختياراتك ثقتك حتى بحدسك بنفسك رح تقوى اكثر عم شوف خطوات الحبيب في المستقبل او الشريك عم شوف انه عم شوف هالشخص بالمستقبل كتير او خطواته بالمستقبل وشعره بالمستقبل كتير عاطفية تجاهك هالشخص عم يمر بتقلبات او رح يمر بتقلبات مزاجية كتير عالية من ممكن تحس انه هو الشخص حامي بارد معك ومرات بده يرتبط معك وبده اشي جدي وعم يبين لك انه هو بده اشي جدي ومرات بتحس انه عصبي وانه ما بده يكمل بالعلاقة او عم يحاول عم يحاول يطلع غضبه او يطلع زعله عليك انت او عم تحس هيك ازا انتو عم تتواصلوا مع هالشخص بالسوشال ميديا او في بينكم يعني في بينك طريقة بتشوف اخبار هالشخص اه على الانترنت ممكن ايضا هالشخص يكون عم يكتب رسائل معينة بالانترنت موجهة لالك مش بالضرورة تكون مباشرة لالك ولكن انت بتعرف انه الاشي اللي بيحكي عنها موجهة لالك فممكن هالشخص ام عم شوفه متهور شوي ايش شخص اللي عم تتعامل معه ومتقلب لانه حساس كتير او بيحس كتير ومرات ما في عنده فلتر او ما في عنده تصفية للحكي قبل ما بيحكيه يعني مرات بتحس انه كتير بده يرتبط معاك او حكيه رومانسي ومرات اخرى بتحس انه حكيه كتير قاسي وكتير صارم فهالشخص بالمستقبل لخبط عاطفيا فبيمر بتغيرات وبتقلبات المزاجية كتير عالية ولكن سبب التقلبات هاي انه هو مجروح مجروح منك مجروح من هالعلاقة في اشي صار بينكم هالشخص بيحس انه مجروح وبدو يجي يحكي معك ولكن بيمنع حاله من انه يحكي معك فبيضطر انه يطلع الاشياء اللي مش قادر يحكي فيها معك عن طريق ممكن سوشال ميديا او عن طريق اي وسيلة تعبير اخرى هالشخص ممكن يعبر فيها لانه مش عم يقدر يحكي معك او يوصل لك هالمعلومة فعم يحاول انه يوصل لك هالفكرة بطريقة غير مباشرة ولكن لطريقة بيعرف انه انت رح يوصل لك الخبر طيب بالنسبة لطاقتكم في المستقبل اتنيناتكم شو ممكن يصير بينكم في المستقبل عم شوف فيه فيه شغف كتير عالي بينكم بالمستقبل الطاقة الجسدية ايضا بينكم كتير عالية فيه شعلة بينكم رح تضوي مرة اخرى فيه من الناحية العاطفية عم شوف انه فيه عندك موقف رح يصير مع هالشخص رح يؤمن لكم الرضع العاطفي ايضا شوف للبعض منكم في المستقبل رح تنحط بموقف او رح تنحط امام اشخاص او عدة اختيارات عاطفية راح تحاول انك تفلتر بينها ولكن عم شوف انه من بين جميع الاختيارات اللي انت محوط فيها او حتى حبيبك وشريكك محوط فيها الى انه بتضل يضل هو وبتضل انت الشخص اللي بيفضل انه يكون معه او بده يكون معه لانه تواصل اللي بينكم عم شوف من وجهة نظر الحبيب تواصل ما صار مع اي حدا من قبل التواصل العاطفي وكيف بتفهموا بعض على المدى الروحاني بالذات ممكن في بينكم مشاكل بالتواصل وبالتعبير هون بالتواصل ولكن على المجال الروحاني والعاطفي عم شوف انه هالشخص بيحس انه ما في اي حدا عرفه من قبل في عنده نفس التواصل او نفس كمية كمية الشغف اللي بينكم عم شوف ايضا انتو كتير من جاذبين لبعض سيكشولي او يعني جسديا انتو كتير من جاذبين لبعض جسديا فهالشخص معجب فيك من الناحية الروحانية معجب فيك من الناحية العاطفية فقط المشكلة بينك وبينه انو التواصل بينكم صعب او ممكن في بينكم كتير حساسية بالتواصل طيب من نشوف كورة النصيحة كيف ممكن تستخد من الوضع بدك بالمستقبل مع هالشخص عم شوف انو انتو هو عم تمرو برحلة الى انك ترتقي بروحانيتك انتو هالشخص لانو عم شوف انو انتو عم تساعدوا بعض ممكن المشاكل اللي بينكم عم تصير بسبب انو انت عم تطلع الجانب المظلم بهالشخص وهو عم يطلع الجانب المظلم بشخصيتك من اجل انو يصير فيه شفاء لانو فيه عندك المفروض تركز عليه بالفترة القادمة انو من الناحية الروحانية تحاول انك تحوط حالك باشخاص او مبادئ او قيم او حتى تقبل مساعدة من الاشخاص اخرى حواليك اللي ممكن تساعدك او ممكن تعطيك جديدة او منظور مختلف لعلاقتك مع هالشخص حتى لو كانت مش بخصوص العلاقة ولكن اذا حوطت حالك باشخاص عقليتهم متفتحة اكتر او اشخاص اكبر منك حتى بالسن في عندهم نضج عاطفي راح تساعدك لانو فيه عندك بالمستقبل راح نحطوا اشخاص حواليك او راح تنحط اختيارات امامك ممكن راح تساعدك من هالناحية كتير اذا انت اشتغلت على حالك روحانيا انت مثل المراية راح تحكس على الشخص الاخر بما انه الرابط الروحانية بينكم كتير قوية طاقتك بتوصل للشخص الاخر مثل ما هو طاقته بتوصل اليك اذا انت عم تحس انك متدايق مرات بيكون هالطاقة الشخص الاخر عم توصل لك فاذا انت بدك تساعد هالشخص لانه مبين انه انتو الاثنين بالفعل بتحتاجوا الى شفاء وهالشخص بيحتاج الى طاقة ايجابية بحياته حاليا فاذا انت ركزت على حالك وارتقيت بطاقتك اكتر تخليها ايجابية راح توصل له بالمقاول راح توصل له ومرات راح تضطر انك يعني بالمستقبل يكون في عندك صبر لانه هالامور بتاخد وقت ما بتنحل بيوم يعني الليلة والوحاها او بيوم الليلة فقط بدك تحتاج صبر مع هالشخص وايضا تشتغل على حالك لانه انت راح تعطيه نفس هالطاقة اللي راح تخليه اشتغل على حاله كمان اوكي حبيبي برج الجوزاء اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكمنت شير وسبسكرايب ان شاء الله راح تشوفكم في فيديو قادم شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة